ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنتكلم مع بعض عن فيديو عن غسالة زانوسي غسالة في الاوتوماتيك 10 كيلو بالمجفف كل تفاصيل والمميزات والعيوب والاسعار وكمان شرح لها وطريقة استخدامها كل اللي عليكم هتعملوا بس لايك للفيديو واي سؤال هتسيبهو لي تحت في الكومنت وانا برد على كل الاسئلة كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة هتلاقوا فيه مربع بالاحمر مكتوب عليه اشتراك او سابسكرايب ده هتدوسوا عليه وهتلاقوا جنبه جرس صغير هتفعلوه علشان يوصلكم اشعار بكل جديد ينزل في قناتي لو حابين تتابعوها قناتي فيها رفيوهات كتير جدا عن اجهزة كتير غسالات وتلاجات وبتجازات وتكيفات وكمان ادوات مطبخ كل حاجة كزامركة ومميزاتها وعيوبها تابعوا القناة هتستفيدوا منها كتير دي شكل الغسالة اللي هي الزانوسي طبعا زانوسي في منها مصري دي بيكون اقل في السر لكن اللي انا بكلمكم عنها النهاردة دي ايطالي 100% بمعنى ان الغسالة جاية هي ايطالي 100% تصنيع مكونات تأفيل هتلاقوا على الكرتونة بتاعتها مكتوب ايطالي مدن ايطالي طبعا عشان هي مستوردة هي اغلى في السعر دي 10 كيلو ديجيتال طبعا وبشاشة ديجيتال هي 10 كيلو بالمجفف يعني فيها كل الامكانيات اعلى حاجة بالنسبة للزانوسي انا برشح في الجسالات الاوتوماتيك دايما مش اقل من 10 كيلو ان هي بتكون مناسبة ان انتي تحط فيها يعني لما بتيجي تخسلي ما بتضطريش يعني الحلال اللي هي اصغر من كده اعتقد ان ما بقتش مناسبة حاليا يعني لان زمان كان الجسالات اللي هي الصغيرة كانت 6 كيلو 7 كيلو هو الموجود لكن دلوقتي بعد لما عملوا 10 كيلو 9 كيلو فانا شايفة ان الافضل الكبيرة من الصغيرة علشان تخسلي جسالك كله مرة واحدة ما تضطريش ان انتي تعملي كزا دورة لما كن الجسالة صغيرة كمان جسالة اللي هي الكبيرة دي ممكن ان انتي تخسلي فيها بطنية بس البطنيات اللي هي الجديدة البطنيات التركي الجديدة هي بكون البطنية اصلا بتكون 5 كيلو بس هتخسلي البطنية الوحدة لكن اللحاف ما نصحش ان انت تحط فيها لحاف فلو هتحط فيها بطنية من البطنيات التركي دي هتخسلها لك بس تكون بطنية واحدة بس لان البطنية بيكون حجمها خمسة كيلو ده لو الجسالة اصلا عشرة كيلو لكن اقل من كده مش هينفع ان انت تخسلي فيها بطنية من ضمن هي الخصائص في الغسالة زانوسي اللي انا بكلمكم معناها النهاردة اه هي اه فيها خاصية الفاميلي كير اه برو سيستم اه دي اه فيها نظام عبارة عن الترا كير ده بيعمل ايه ده بيخلي المنظف والمناعم اللي احنا بنستخدمه اه بيتفاعل مع المياه بيدوفي تماما قبل ما يوصل للغسيل اه ده بيخلي ده ايه لازمته ان هو بيخلي المنظف والمناعم يوصل للغسيل كله اه يعني بنسبة متساوية بيخلي طبعا ده بيسانا انضفت الرسيل كويس بيخلي ان ما فيش تكتلات يعني في بعض الرسلات ان احنا لما بنطلع منها الرسيل بنلاقي فيها تكتلات للمسحوق ساعات لا ده ده نتيجة ان المسحوق مدبش كويس او بنلاقي الجسيل منضفش لا ده هنا المسحوق لما بيدوب الاول قبل ما يوصل للغسيل فده بيخلي ان الجسيل ينضف معنا كويس لان المسحوق بيوصله بنسبة متساوية وبرده نظام الالترا كير ده كمان بيحافظ على الملابس بتاعتنا والاقمشة والالوان بعض الغسلات طبعا بتدهري الهدوم فده هي بتحافظ وبتحافظ كمان على الالوان بتكون زي ما هي كمان فيها نظام البلو ستيم دوت ده بيخلي ايه ان هو بيضيف بخار في نهاية دورة الغسيل البخار دوت بيساعد على ان الغسيل ما يتكرمش لما طلع الغسيل ما نلاقهوش متكرمش بس ده بنسبة التلت مثلا يعني ممكن نقول بنسبة 30% ان الغسيل بيكون فيه كرمشة اقل من باق من الغسلات التانية فده طبعا بتكون حاجة كويسة جدا فهو فيه الخاصية ديت بس من جير ان هو عن طريق ان هو بيستخدم بخار في اخر الدورة بس البخار اللي بيستخدمه ده طبعا هو بخار بدرجة حرارة عالية شوية بس هو ما بيقصرش على الغسيل في حاجة ما بيخليش الغسيل يموت ده من ضمن الحاجات يعني بيفرد لنا الغسيل وفي نفس الوقت ما بيخليش الغسيل ان هو يموت كمان من ضمن الخصائص اللي في الغسيلة برنامج التنظيف العميق ده خاص بالملابس القطنية ده بيدي اداء كويس جدا جدا وبيعمل عناية بيها طبعا فاقل من ساعة لما بنختار برنامج الالتراووش لما بنكون هنعمل دورة ملابس قطنية فهي بنزبطها على الالتراووش وده بيخسل الغسيل في اقل من ساعة بيحافظ على الملابس القطنية لانها بتكون عايزة طبعا عناية وبتكون عايزة نظام معين للغسل بيها فيها برضو خاصية حلوة جدا ان احنا بنزبط الغسال على اوتو سينس برو ده بيعمل ايه؟ لما نزبط على اوتو سينس برو ده الناس اللي هي يعني بتتلعبط ما تبقاش عارفها مثلا دورة الغسيل دي اما ازبطها على ايه او ايه البرنامج المناسب لها فاوتو سينس برو ده لما تزبطوا عليها الغسالة ده بيزبط بيخلي الغسالة تزبط لك دورة الغسيل تلقائي وفقا لنوع الاقمشة اللي انتي حطاه ووفقا كمان للحمولة فده للناس اللي هي ما بتعرفش استخدم الغسالة الاوتوماتيكي يعني فيه ناس ما بتعرفش في نوع الاقمشة فبالتالي ممكن ان هي تلخبط يعني تحط مثلا دورة غسيل وتقوم عاملة برنامج مش مناسب معاه فالنتيجة ان الغسيل بيطلع مش نتيجة مرضية فاحنا لما بنستخدم خاصية الاوتو سينس برو ده بتخلي دورة الغسيل بتتزبط تلقائي ده بناء على نوع القماش ووزن الحمولة فدي خاصية حلوة جدا للناس اللي ما بتعرفش في نوع الاقمشة وما بتعرفش تستخدم الغسالة الاوتوماتيك فالبرنامج اللي هو الاوتو سينس برو ده ده بيكمان بيوفر لنا الوقت وبيوفر لنا الطاقة وبيوفر في استهلاك الميا كمان فيها الغسالة فيها محول محرك محول عكسي ده ان احنا بنعتمد عليه بتعتمد عليه بنخلينا ان احنا نعتمد عن الغسالة دي في وقت طويل ان هي ما بتحتاجش استيانة كتير فدي حاجة كويسة برضو بتتميز بها غسالات الزانوسي ان هي ما بتحصلش فيها اعطال كتير اعطالها قليلة جدا وحتى لو حصل فيها اعطال كمان من مميزاتها ان قطع الغيار بتاعتها متوفرة وقطع الغيار بتاعتها كمان مش غالية وخدمة زانوسي طبعا فيما بعد البيع كويسة جدا من ضمن المميزات اللي في الغسالة برضو ان احنا في ان احنا نأخر البداية يعني ايه ان احنا نزبط الغسالة يعني احنا حطنا دورة غسيل وزبطي الغسالة بتاعتك بس مش حابة تشغليها دلوقتي مثلا حابة ان انت هتنامي وحابة ان انت لما تقومي مثلا تشغليها او هتنزلي ومش حابة ان انت تشغلي الجسالة وانت مش موجودة في البيت فعايزة تأخري يعني بدء الدورة بس انت زبطها وكل حاجة ففيها الخاصية دي ودي خاصية حلوة كمان فيها خاصية مخصوص للملابس الحرير وبتحافظ عليها وكمان هي عدد اللفات بتاعتها 1200 لفة فيها كمان اللي هي تكنولوجيا الفيزيولوجيك دي بتتكيف مع الحمولة كمان فيها خاصية منع عبس الاطفال ان انت لو زبطة الجسالة بتاعتك لو في اي حد لعب في الزرائر بتاعتها ما يقدرش بتدوسي على اللوق فما يتغيرش البرنامج اللي انت زبط عليه الجسالة ودي حاجة طبعا كويسة جدا ومش موجودة في كل الجسالات لان بعض الجسالات ممكن تكوني حتى دورة غسيل وحد يلعب في الازرار بتاعتها او حاجة يغيرلك البرنامج اللي انت زبط عليه الجسالة فده حاجة مش كويسة فهي فيها ان انت بتمنعي ضد عبس الاطفال كمان فيها حماية من فيضان الميا لو في اي حاجة لقدر الله او عطل او حاجة او تسبب في وجود مياه كتير في الجسالة فهي بتحمي من كده كمان فيها نظام شطف مضاد للرغاوي دي حاجة كويسة جدا ان هي نظام شطف مضاد للرغاوي دوت يعني ده بيخلي ان الجسالة طبعا لو في رغاوي فالجسالة بتاخد وقت طويل جدا وده بيأثر على المطور وكلما الجسالة تاخد وقت كتير كلما هي يعني بيأثر على المطور بتاعها وكل كمان لما تاخد وقت كتير كلما تستهل الكهرباء كتير كمان فيها الخروجة عن نطاق حمولة الغسالة ان احنا مش مقيادين بحاجة معينة طبعا ما نستخدم المجفف هنحط ستة كيلو بس زي ما احنا متعودين فيها برامج من ضمن البرامج اللي هي التشغيل ان احنا لو عندنا ملابس قطنية بنشغل على القطن ده اللي هو البرنامج الخاص بالملابس القطنية او لو هنشغل ملابس متنوعة قطنية والياف صناعية هنشغل على هنزبط على المكسد كمان في برنامج كمان لصوف ده هنشغل هنزبطها على الفابريكس الابعاد بتاعت الغسالة العرض في العمق بالمليمتر هي 597 في 607 في 854 رقم الموديل بتاع الغسالة اللي بتسأل غسالة زانوس اللي هي الايطالي بالكامل هي هي 10 كيلو ستة كيلو مجفف الرقم الموديل بتاعها هي طبعا فيها مجفف وفيها كمان فيها مجفف وفيها اللي هو تطلع الملابس مكوية فيها كمان اللي هو الاوتوسينس اللي هو ادارة الوقت وفيها الايزي ايرون ان احنا لما بنعمل الايزي ايرون ده بيطلع لك الملابس مكوية ده في نظام المجفف فبتطلع لنا لان المجفف ده بيخلي زي ما قلت لكم قبل كده في غسالة اريستون ان المجفف بيخلي ان الجسالة بتشتغل على اقصى حاجة في عدد اللفات فبتطلع بتعصر الجسيل على الاخر لدرجة ان هي بتطلعها ناشف فده بيخلي الجسيل يتكرمش فاحنا لما بنظبط على ايزي ايرون فده بيطلع الجسيل مكوي ومفروض مش متكرمش ولا حاجة في حالة استخدمنا المجفف او لو عايزين نصبط على ايزي ايرون هي موجودة الخاصية في الغسالة اللي انا بكلمكم عنها النهاردة اللي هي الزانوسي بالمجفف العشرة كيلو كمان فيها برنامج العاش الملابس عشرين دقيقة وده كان ريفيو عن غسالة زانوسي اطالي بالكامل لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو اي سؤال اكتبوني في كومن تحت وانا امبرد عليكم ولو عايزيني اعملكو اعملكو ريفيو عن غسالة معينة او عن اي جهاز كهربائي معين اكتبو لي برضو في كومن تحت اشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة